يتهم دائما مرسل كولر انه علاقته احيانا بتبقاش جايدة ببعض اللاعبين وانه سعيد بياخد مواقف شخصي من بعض اللاعبين ورغم بيستبعت اللاعبين بيبقى متدائي منهم وبيصمم وبيسر وا وا والكلام ده كله تمام تمام تعشوف الفيديو ده وشوف كيف يتعامل مع احمد عبدالقادر كيف يتعامل مع اكرم توفيق وباقي لعيب النادي الاهلي بعد المباراة وشوف العلاقة عاملة ازاي عشان تفهم ان الراجل ده ابدا بيبقاش عنده مواقف شخصية وعنده مواقف فنية فقط لا غير شوف الفيديو تعالى نكمل اشتركوا في القادة اشتركوا في القادة اشتركوا في القادة فيش ايه حاجة فيش ايه حاجة بنعد نفكر ونبدع في فكرة نحن طلع اشعال دي اشعال دي بتطلع امتى اول ما الاهلي يخسر مطش اول ما الاهلي يخسر ايه يتعادل مطش اجماعة ما والاهلي زي ايه فريق في العالم تعدي عليه ايام صعبة يخسر مطش يتعادل مطش وارد وارد انا بس بستغرب وبستغرب حتى من بعض جميل ندي الاهلي سيبك بقى من المتابعين والمحالين والاعلامين بعض جميل ندي الاهلي فجأة كل حاجة بايزة في الاهلي ده المدرب سيء ده الادارة ما بتدعمش اللعيبة اللي جابوها وحشة واللعيبة مش عارف ايه الاهلي على وشك الوصول للنهاية دورة ابطالة افريقيا وعلى وشك انه ياخد البطولة مرة اخرى مرة تانية مرة تالتة مرة عشرة 11 12 كتير خلاص بقيت بطولته يعني فين المشكلة دي حكاية